السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم في برنامج في بيتنا مدرسة طبعا انتوا حشتوني خالص خالص من الحلقة اللي فاتت طبعا احنا هنكمل مع بعضنا احنا متعودين ان احنا هناخد الكورس بتاع تعليم الكراءة والكتابة تعالوا بقى المرة اللي فاتت خدنا مصرحية بسيطة كده قالوا وهي ان احنا خدنا ثلاث حرقات خدنا الحركة الاولانية حركة الفتح الحركة التانية حركة القصر الحركة التالتة حركة الضم ماشي كانوا مرة اللي فاتت كل ماشي الفتح الحركة القصر كانوا قاعدين على كرسي في حديقة اللغة العربية وتضمكت عمالة عايا نيس بولا ارسة مرة اللي فاتت ماشي لما عرفت ان هي زعلنة عشان ما تفعلتش مع الحروف اما تفعلها مع الحروف وتصلحوا مع بعض تعال نشوف النهارده يا طرى ايه في حديقة اللغة العربية انا خدت معايا يا فريق اعداد قناة مصر التعليمية رحوا معي عشان نتفرق في حزيكة اللغة العربية تعالوا شفنا ايه النهاردة رحنا شفنا الفتحة والقصرة والضمة التلاتة المراجي عماليين عياته ميسولاء سألتهم انتم ملكم قاموا فريق الاعداد بتوع القناة قالوا يا ميسولاء لا اكيد انت اكيد مزع عليهم شوفيهم هم زعلانين ليه وانتنا جايباهم قلت لهم انتم ملكم قالوا لي لا احنا زعلانين قوي واحنا حزان قوي لان احنا حركات قصيرة ممكن بقى نتخلينا طوال شوية قلت لهم حاضر من عناية رد علي ثريق قناة مصر التعليمية وقالوا لي يا ميسولاء لازم تشوفي حل للموضوع ده لان ما ينفعش انت عجبك كده الفتحة والقصرة والضمة عماليين يعياته قلت لهم لا احنا لازم النهاردة نخلي الحركات القصيرة نخليها طويلة طب هنعمل ايه طراء هل هنلبسهم كعب عالي ولا هنوقفهم على كرسي لا طبعا اكيد هنجيب حروف من حروف المد تعال نشوف الكلام ده تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده اول حاجة احنا قلنا ان حاجة اسمها عندي الحركات القصيرة الحركات القصيرة اللي احنا لستقلنا عليهم الفتحة والقصر والضم وخدناهم بالتفاصيل وقالت الحلقات اللي فاتت كوله ازاي نمشي مع ابني خطوة خطوة قلنا ان الفتحة بتتحط فوق الحرف ازاي بقام ميسولاء نشاولها ازاي يعني الفتحة بتبقى فوق الحرف الكصر دي الحركة بتاعتها الضمة بضم ببقل ماشي وقلنا ثلاث اغنيات فاكرنهم يلا نقولهم مع بعض عشان ما يبقاش الحلق اريخ ما كده لازم يكون في روح عشان نفتكر الحاجات اللي ميسولاء ايليها الفتحة يلا مع بعض فتحة يعني ايه شرطة ميلة فتحة يعني ايه شرطة ميلة مكانها فين فوق الحرف مكانها فين فوق الحرف حرفي اي حرف حرفي اي حرف ولما اشوفها بعمل ايه بتخليني افتح فمي دي الفتحة طب يا ترى الكصر دي بقى اغنيتها ايه نيسولاء تكرنها اه ايه هي الكصر دي بتتحط تحت ايه الحرف خلي بالكم انا ما باجي انطق اي حاجة من الحركات دي لما بقول ايه ايه بسرعة با تاب بقول بسرعة ليه عشان دي حركة صيّرة صطها صيّرة طيب الكصرة كصرة يعني ايه شرطة ميلة كصرة يعني ايه شرطة ميلة مكانها فين تحت الحرف مكانها فين تحت الحرف حرفي ايه اي حرف ولما اشوفها بعمل ايه بتخليني اكثر فمي طب و الدمّة الدمّة شبه الايه الواو بس صغيرة قوي توقع منها بس صغيرة قوي الدمّة بتخليني اعمل ايه بضم بقول دول الحركات الصغيرة اللي كانوا عمليين يعياتهم مين اللي توسط لهم فريق مصر التعليمية تعالوا بقى يا طرع عملنا لهم ايه عشان يطولوا جبنا لهم المدود جبنا لهم مين المدود تعالوا نشوف المدود دي مين جبنا لهم المدّة بالألف المدّة بالياء المدّة بالواو يعني ايه الكلام دي ميس ولاء دي بقى خلينا بدل مكانة قصيرة هنخليها حرقات طويلة طيب ازاي تعالوا ماشي ايه هي بقى المدود ماشي في عندي مدّة بالألف مدّة بالألف ومدّة بالياء ومدّة بالواو احنا النهاردة عشان احنا ماشيين في كورس هناخد حاجة حاجة ماشي طيب تعالنا شوف اغنية جميلة كده بتقول ايه يا ميس ولاء ناذا ماشي احنا النهاردة أخدنا حروف المدّة ماشي يلا مع بعض نحتصل اغنية جميلة مع بعض يلا تاتا 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 حروف المدّة تلاتة تاتا تاتا تتا حروف المدّة تلاتة مجموعة بكلمة واي ألف المد تحب الفتحة ياء المد تحب القصرة واو المد تحب الضم فتحة وآلف مد بالآلف قصرة وياق مد بالياق ضم وواو مد بالواو يعني ايه الكلام ده يا ميس ولاق يعني انا عندي ثلاث حروف مد هيشد الحروف القصيرة هيخليها طويلة ماشي جه ماشي جينا نشوف الفتحة جبنا الفتحة معي تعال يا فتحة قعدت تعيط وتقول انا هفضل كده طول عمر سيارة لا لا حرم يا ميس ولاق لازم تخلينا لازم تخلينا طوال شوية طيب انت بتحبي ايه يا فتحة عشان اجيبهولك وتبقي طويلة قالت لي يا ميس ولاق انا بحب الالف ايه ده يعني انا عشان اخلي الفتحة طويلة لازم احط لها الف اه لازم احط لها الف بصوا معي كده اجي الفتحة اهو ماشي اما اجي احط لها اي حرف هنا هيبقى موجود وحط علي الفتحة بدل ما اقول با ماشي احط لها الف الاخر هتبقى با طولت لكن لو هي قصيرة با تا سا لكن اما اجي اطولها با تا سا وهكذا يبقى انا دلوقتي عشان اطول الفتحة حطت لها الف طب وعشان الياء بقى قامت الياء دخلة قالت لي كده يا ميس ولاق هو انا لازم اروح للفريق بتاع مصر التعليمية الحلوين دولك عشان انت يتوسطولي عنك عشان تطوليني قلت لها لا ما تقلقيش تعالي معايا انت بتحبي ايه يا كسرة قالت لي انا بحب دايما نكون تحت الحرف فلازم حاجة كده ورايا تدلعني قلت لها انت بتحبي ايه من الحروف دلعك قالت لي انا بحب حرف الياء ايه ده يعني عشان الكسرة تبقى طويلة هاجبلها حرف الياء اه اه تعالوا بص ازاي ادي الكسرة هي ماشي لازم يكون وراها حرف الياء المادة عشان تكون طويلة طيب ازاي يعني اما اقول بي بي كسيرة بي تي طب اما اوز اطولها بي تي وهكزا تمام جات الواو قلت لها صبري اوى عطيتي خلاص انت كلكم لازم تبقوا مع بعض قالت لي يا ميس ولا طب انا هعمل ايه قلت لها انت يا واو يا حلوة يا جميلة انت كده كده ماشي شبه الضمة الصغاء ماشي انت ضمة بتاعتك الضمة والواو انتو شبه بعض بس احنا هنخلي الضمة حرف صغير جدا كده زيك بالضبط بس تصغير عشان يتحط فوق الحرف طب هعمل ايه امت انا جايبة حرف الواو عشان اخلي الضمة بتاعتي دي طويلة قوي ايه ده يعني الضمة عشان تبقى طويلة اجيب لها الواو اه والفتحة عشان تبقى طويلة اجيب لها الالف ايوة والكسرة عشان تبقى طويلة اجيب لها الواو عشان كده ينسوا لقالت الف المادة تحب الفتحة ياق المادة تحب الكسرة واو المادة تحب الايه اتضمة ونقول مع بعض بالسقفة ماشي فتحة والف مادة بالالف فتحة والف مادة بالالف كسرة وياق مادة بالياق كسرة وياق مادة بالياق ضمة وواو مد بالواو يعني كده الحروف المد تلاتة واو الف يا مجموعين في كلمة وال تعال نشوف ونتعرف اكتر نبص معايا كده هاخد اول حاجة بالتفصيل المد بالالف يعني ايه خلي بالكم المد بالالف الالف دخل وقال لكم انا 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 من غير حمزة اوعى ابدا 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 تحط همزة فوق رأسي ايه ده ازاي بقى يعني المد بالالف ماشي ما بنحط لهش همزة ابدا ابدا ما بنحط لهش همزة خالص اوعى تنسى دي طب تيجي نعمل له اغنية اصلا هو شاطر استغنى اصلا هو خرف مش طموع قال بدلنا هجيب الفتحة قبلية يبقى انا هستغنى عنين عن الهمزة بتاعتي عشان كده ماشي فريق الاعداد بتاع عن مصر التعليمية اتكوننا مع بعض قمنا عن للا اغنية تيجي نشوف الاغنية تعالى نشوف الاغنية ماشي الماد بالالف بيقول ايه فتحه والف مد بالالف فتحه والف مد بالالف يعني ايه يا مسولاء يعني المد ده حاجة بسيطة جدا ما ينفعش ابدا ابدا يجي في اول الكلمة لازم يجي في النص او في الاخر اوعى تنسى ان انا قلت ان هو حرف مش طمع يعني ايه يعني اما بيجي عليه فتحه قبل الالف لازم الالف خلاص تستغنى عن الهمزة اوعى ايه لاقي همزة او الف فيه عليه همزة في الوسط او في الاخر وتقول لي ده مد بالالف هذا علمينا كتير اوي طيب تعال نشوف اكتر ونتعرف اكتر عشان اعلم ابني خلي بالكو فيه ناس كتير اولا امور كتير بتقول لي مسولاء انا بعد ما علمتي ابني الفتحة والقصر والضم اجي بقى من اول المد كده بيوديني صعوبة ومش عارفة اعلمه القراءة والكتاب هقولك تابع معي ماشي ومشي معي خطوة خطوة ونفس الخطوات اللي انا بقولك عليها وانت ان شاء الله هتعرف تعلم ابنك او بنتك القراءة والكتابة تعالوا بص معي اول خطوة من خطوات ناس ولاء بتقول ايه المقاطع الصوتية الطويلة ايه ده هو فيه مقاطع صوتية طويلة وفيه مقاطع صوتية قصيرة اه يعني ايه صوتية يعني انا بمطقها بصوت الفتحة او القصر او الضم يعني ايه قصيرة قصيرة يعني فتحة او قصرة او ضم طويلة يعني مد بالالف مد بالياء مد بالويو عشان تعلم ابنك او تفهمه يعني ايه قصيرة ويعني ايه طويلة طيب يبقى اول حاجة ان انا لازم اعرفهم المقاطع الصوتية الطويلة واتعرف على حاجة اسمها الحرف الممدود ماشي وحرف المد ونوع المد تعال نشوف اكتر يعني بمعنى أنا عندي أول حرف ماشي الموجود بالأزرق ده كلنا شايفينه اسمه با لو نطقت الوحده كده ده اسمه حرف قصير با ماشي با وعليها فتحة تبقى اسمه با يبقى ده حرف قصير طب لو حطت له الألف الألف ده اسمه مد مش هو بيقولك لازم نتعرف على حرف المد حرف المد هنا اسمه ألف ونوع المد مد بالألف قال له طب واتعرف على الحرف الممدود فينه الحرف الممدود عندي الحرف الممدود اللي محطوط عليه فتحة اللي بيجي وبيبقى لازم قوي 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 في الألف يعني الأولاء الأولي ده حرف الباء مش اللي هو المقطع القصير لوحده بسميه حرف ممدود واللي وراء بسميه حرف المد ونوعه مد بالألف ايه ده ميس ولاي ايه ده شبعنا الاسم ده سمين ايه هقولك ايش معنى ده لما جاءت الباء والألف اجتمعوا مع بعض قالت لها خلي بالك لو انتي ما طولتنيش انا همدك قالت لها لا 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 وعلى ايه ولا تمديني ولا مدك انا هسمي نفسي يا ست الحرف الممدود وانتي يا ست نوع المد بتاعك مد بالألف خلاص اتفقوا مع بعض على كده يبقى لازم الحرف اللي يجي قبل المد بالألف اسمه الحرف الممدود اسمه الحرف ايه؟ اسمه الحرف الممدود الطيب اللي هو لو لو لواحده بيبقى اقصير طب عشان اطوله بحط له الالف بنبص مع بعض يعني هنا هنطاق مع بعض اسمه باااااااااااااااااااااااااااااااا أنا مطول آه يبرافو ح نراجع كده ده مد بالالف والح الحرف الممدود ماشي فيهن الحرف الممدود هنا الجيم فيهن الحرف الممدود هنا الساء فهن الحرف الممدود هنا التاء وكل وحدة فيهم نوع المد مد بالالف طب ولو قال لك الحرف المد حرف المد ألف عشان أبقى عيلة نكمل بقية قراءة خا دا بطولهو ما بقولش دا لو قلت دا على طول يبقى دا حرف قصير لكن هم ما أقول دا يبقى دا مد بالألف ذا را برافو أنا سمع ناس كتير بتقرأ معايا ذا شطرين سا شا برافو ها سا ضا وقم واقف أقول لبني المشي دا وفي مد بالإيه هيقولك مد بالألف طب تعرف تقولي فيه فيه الحرف الممدود هيقولك الضاد طب أحطها حطها عليه فتحة ليه هتقولي يا ميس ولا عشان المد ماشي حرف الألف بيحب الفتحة وانتي قلتيني من شوية أغنية فتحة وآلف مد بالألف إيه دا يعني الكلام الأغنية صح آه دي الفتحة بتاعتي آه عالحرف الممدود ماشي والألف ماشي المد بتاعي نكمل بقية نط طا شطرين ها ضا عا غا أنا بكرق ابني ماشي وبعد كده بتخليه هو يكرق لوحدك ها لوحده فا ها قا كا شطرين لاما ها ها و آ يا طيب أنا قرأت جيت بقى خلص أنا قرأت بالترتيب تعال بقى أجيب ابني أو بنت يقوله اقرالي دا هيقول لي ها بسرعة لو انت شطر هتقرأ بسرعة هيقول لك زا هقول له شاطر طب اقرالي زي هيقول لي فا ها اقرالي زي هيقول لك زا شاطر ها فا طب قل لي فنه الحرف الممدودين هيقول لك السين طب دا نوع المد ايه هيقول لك الالف انت عملت قرأه وبتسمعه الصوت طب افرد نطاقها غلط قل له لا دي اسمها سا ماشي غير لما قلت اسمها سا عشان دا حرف اللي يسا وها كذا يبقى انت عملت لغباته طب دا اسمه ايه هيقول لك ها طب دا اسمه ايه هيقول لك دا يبقى أنا كده علمته ان هو ويقرأ بالترتيب وبعد كده لغباته بقى بدون ترتيب دا اسمه ايه طب دا اسمه ايه طب دا اسمه ايه كده أنا علمته القراءة وعلمته يسمع مني الصوت ولو هو خطأ ماشي أنا بصحح له عشان يسمع مني الصح قال لا يعني هو الكرسي قراءة بس لا تعال بقى معي انا هعرفك هنعمل ايه انا دلوقتي علمت ابني كده يلا نمسك الالم والورقة ومليه عشان يبقى كده علمتك كتابة يلا يلا كتبلي كده هقول له اكتبلي حرف الباء هيقوم كتبلي كده أنا كده املاء اهو بس لازم تكون املاء ماشي ماشي غير غير مرتبة يعني بدون ترتيب ماشي بدون ترتيب هقول له يلا اكتب معي كده اكتب حرف الباء هيكتبلك حرف الباء ماشي طب اكتبلي حرف الباء مقطوعة او منفصل هيكتبولك كده طب اكتبلي حرف با اهو طب اكتب لي حرف يا هم klHa aun كتبه لي كذب في معلومة بقى مهمة جداً 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 وحتى المعلمين والمعلمات يلقوا فيها ايه هي بقى ميسولاء انا لما باجي اعلم ابني مد بالالف طب انا ميسولاء بدأت هنا الصفحة بتاعتها بحرف الباق قال لها امار فين الالف تعالوا بصوا معايا بقى الالف المفروض بتكتب كده بصوا بقى دي اسمها الف المد دي اسمها الف ايه المد لما باجي اخدها بالتفصيل مع ابني ماشي دي لما باجي اقطحها او افنطها بتبقى بتكتب ازاي بتكتب همزة ع السطر مفتوحة والف المد لكن في مدرسين وفي طلبة بتعمل ايه تقول لي يا ميسولاء هم اتنين الف ماشي الالف الاولية فتحة والالف كده التانية اقول لك ده غلط اقول ايه الصح الصح ده زي عندك كلمة ادم او امال اما يقفنط دي يبقى انا دلوقتي ميساتك همزة ع السطر مفتوحة والف هتبقى اسمها ايه ميسولاء هتلاقوها عملاها في الآخر خالص بصتو كده معي اهيه اللي عملتها في الآخر خالص عشان انت ما تطلق بطش تمام يبقى ده حرف الالف بتاعي اللي هو المفروض يتكتب هنا هون تمام كده تمام يبقى الالف بتاعي او الف المد بتاعي ما بيجيش الفين وفين جنب بعض ده غلط همزة ع السطر مفتوحة تمام طيب تيجي بقى نخش بقى الخطوة الثانية وليه الامر هيعمل ايه بعد ما ملق ابنه بدون ترتيب المقاطع الصوتية الطويلة كلها بالترتيب الاول وبعد كده بدون ترتيب تيجي نعمل نشوف بقى الخطوة الثانية ايه تعال نشوف الخطوة الثانية الخطوة الثانية يا ميس ولا بتقول ايه بتقول يا ميس ولا ان انا بقارن ما بين المقاطع المقطع الصوتي القصير والمقطع الصوتي الطويل ابنها يطلغبط طب انا هعمل ايه؟ وهنا لازم اجبك كل اللي انا عملته مع بعضه عشان اعوده ويقرأ ويعرف يقرأ ويعرف ان هو ازاي يخش في ماشي يعرف يقرأ ابن انت هتعلمي ابنك ازاي انا لازم الغبطه حبه من هنا وحبه من هنا تعالوا نبص اقول له انا بقى مش هقرأ انت عودتي خلاص اراتي له الحروف دي واراتي له الحروف دي اقول له اقرأ لوحدك هيقول له ده حرف ايه؟ هيقول لي ده اسمه حرف با ده لو شاطر ماشي؟ طيب وده اسمه ايه؟ هيقول لي باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماشي عشان يبقى طويل بعد مكان با با تمام طيب واحد ضعيف بقى اجي اقول له طب ماشي اقرأ لي الحرف اللي وراه هيعمل ايه هيقول لي ده اسمه حرف تيه هؤوله برافو طيب ده هيقول لي تيه برضه هقوله لا لا انت كده غلطان مش فيه الف هنا والالف دي مد يعني ايه مد يعني انا طولت الحرف هقوله برافو ماشي طب ما تنفع تقرأها احاول معا بقى يلا لو قرتها هتبقى شاطر لو لو قرتها ماشي هتجيب لك حاجة حلو عززه عشان يديك اللي انت عايزه يلا ماشي يشجعه وديينه عبارات كده فيها تعزيز عشان يقدر ان انت توصلي اللي انت عايزين لكن ما تفدرش بقى كل شوية اقرأ لو ما قرتش انا هعمل لو ما قرتش انا ها كده ما ينفعش ولو حسنتي ان ابنت بعد نص ساعة فاصل خلاص تسيبيه وبعد كده ترجعي له تاني وهكذا عشان ما يكرهش ان انت بتديه تمام كده يلا اقرأ معايا يا حبيبي يلا برافو عادي واقول له لو انت مش عارف تقراها خلاص ماشي انا هساعدك ما تخافش تخلص حتى لو قرتها غلط انا هساعدك بردك ومش هزعل منك وهجب لك بردك حاجة حلو هيقول لك هو هتلاقي بيحاول ماشي هيقول لك هنا ايه تا تا برافو لو واحد شاطر بقى يقول لك اه ميس ولاة دي اسمان سا ماشي هقوله غلط انت غلط هيقول لي ليه هقوله عشان انت قلتها سا يعني دي سين لكن لما اقول سا ماشي اح قطي طرف الثاني ما بين صفوف اسناني يبقى ده حرف السا يبقى ماشي اقول ايه سا سا غيرا ما اقول سا ده حرف السين سا ده حرف السين يبقى الفرق ما بين حرف السا بطلع فيه طرف الثاني ما بين صفوف اسناني ده حرفه لو يستوي لكن الحرف السين ماشي ده حرف عادي فلازم اعلم ابني انت صح ما سمحوش هو بيقول حرف السا كده وخلاص وعديها هيفضل طول عمره متعود عليها يبقى لما يعمل حاجة غلط لازم اصحح له. تمام كده? تمام. يلا نقرأ مع بعض هيقول لي. فا. فا. ها. جا. جا. ها. حا. حا. برافو. ها. خا. خا. شطرين. ها. دا. دا. برافو. ذا. ذا. دا حرفه لوي ساوي برضو. ها. را. را. ها. ذا. زا. شطرين. سا. سا. شا. شا. برافو. توقفي. تقولولي الفاكر دي اسمها ايه? هيقولك با. طب ودي اسمها ايه? هيقولك با. طب قولي جي الاول. هيقولك زا. لغبتي. ما تخلهوش يتعود على نمط معين او نغمة معينة. لان هتلاقيه بعد كده هيقولك با. با. تا. 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 التعود على كده. لا خلاص. مخه ولسانه ونغمة صوته والودن بتاعته خلاص تعود ان هو يقول با 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 تا 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 كده. لا ما ينفعش. لازم اغيرلي. اخلي مرة مقطع صوتي طويل ومرة مقطع صوتي قص والعكس. عشان يقدر ان هو يسمع منك. يلا. ماشي? اقوله قولي هنا بقى ده اسمه ايه? هقولي را. طب ده اسمه ايه? هيقولي دا. هقوله غلط. شفتوا بقى? لكن اما اقوله دا. عشان هو سمع را. فاما اما اجيش تلغباتي اما قيل لك دا. هقوله لا خلي بالك ده حرف قصير. عشان كده باقولك لازم تلغباتي ابنك. تمام? طيب دي اسمها ايه? هيقولك حا. طب قولي دي. هيقولي جا. خلاص تعود. مرة مع مرة هتلاقيه? نطق. نطق صح. يلا نكمل باليدو الحروف. ها. سا. ها. ضا. ضا. ها. طا. طا. شاطرين ها. زا. زا. ها. عا. عا. غا. غا. ايه مسؤولة انت بتقوليه غا غا بسرعة كده ليه? اصدست قصير. وانا طولته واعتنسى. فتحة والف. ها. مد بالالف. انا اهو. انا بفصل في النص. ماشي. وتجي في النص وتقولي له طب انت فاكر الاغنية هيقولك قطر. طب انت لو شاطر قولها. هيقوم قيلها. ليك. طيب تجي نرتاح شوية. ماشي كده. طب انت يعني جوج يتكلمي مع بقى صاحبية عشان مش مش كله بقى كرا اكرا أورا بعد عشان هو ما اذهال تمام. تمام. بعد كده. هيقول لك ها. 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 ها critical قال له. برافو عليه طاق في. قولي له فاكر الحرف دا اسمه ايه؟ هيقولك شا. طب الحرف دا هيقولك اسمه ايه؟. اسمه ايه. طب ها. هيقوله ليه شا هيقولك شا برافو. طب انت فاكر الحرف دا. هيقولك صا. طب والحرف دا اسمه ايه? صا. ويقول له بسرعة بقى ده ايه هيقول لك راه طب ده ايه زي طب ده ايه هيقول لك ها لحد ما يحس تحس ان هو بدأ ان هو يطلق بط افضلي ورا برضه تمام كده انا كله ده انا عايزة القبطه مش القبطه ان انا عايزة اعوده ان هو يقرأ ماشي فانتي بتعملي معه عملية ايه ان انتي بتلعبي تلعبي معه بالحروف وبالاصوات تمام كده ويا سلام بقى لو انت عندك مجسمات او حروف ان شاء الله بإزدالنا ناوي اننا اعمل لكم حلقة كده بالمجسمات والحروف وهن نجيب ان شاء الله مجسمات في الحلقة ونلعب مع بعض فانت عاودي نفسك الطفل اصلا بيحب الحاجات دي اللي بيلفت نظره ماشي تجيبينه الالوان والحاجات دي والفوم وتزبطينه الحاجات وتكتبينه مثلا الحروف ماشي اول حاجة لو هو مش عارف له هو واقف معك في حاجة صعبة قوي ومش عارف يقرأها تعمل ايه تقوم يجايبينه الحاجة دي وتقوم يرسمهانه ماشي على صورة وحاجة جميلة هيعرف ماشي والله العظيم هيعرف وهتلاقيه فعلا فعلا بدأ ان هو يعرفها والشكل ده مش هينسامن دماغه خالص لان اصلا الطفل بطبيعته ان هو دماغه كمبيوتر فما بيشوف حاجة انت سلصله وبتشكليه فما بيشوفك انت حاجة انت بتعمليه فهو خلاص بتخش دماغه خلاص فانت بتعملي ايه فبيتجيوي ورق كده حاجة كده بتلفت انتباهه او بتلق ماشي هتجزبه ليك وهو مش عارف يقرأها اوعدك ان هو هيعرف يقرأها بعد كده لان هو خلاص هنا تسجل في دماغه ان انت تدتهاله بطريقة قويسة تمام تمام نكمل قراءة كا كا لا لا ما ما نا نا ها ها وا وا يا يا افضل بقى برضك نفس الكلام قال اغبطه من مين وشمال لحد ما يعرف يقرأ يبقى انا كده علمته ان هو يقرأ الحرف القصير والحرف الطويد ايه الخطوة اللي بعديها اعلمه الكتابة يلا اتملى معايا هيتملى معاك هيتملى معك في ايه بقى تعالوا اهاذaci اتملى معايا اكتب لي حرف الك ك ه الى ماشي ك هيقوم كتب الله طب كا ه اهو طب اكتب لي حرف س اهه طب اكتب علي حرف فز disproportion و هو مستعد الليش المرة الجاي انى هو هيكتب حاجه فيها الف hashtag هتلاقيه كتب الليك لك كده عشان هو تعود ان نشت لي كده طب هعمل ايه seasons مرة فيها الف ومرة مفيهاش والعكس وممكن للاتنين يكونوا كده ماشي ورا بعض علاس ان انت يتلخبطيه تمام عشان يتأكد انه هو اتقن من اللي انت وصلت له طب اكتب لي زآه هكتب لي كده هو مستعد اللي وراه يكتب من غير قلي كتب عليه قلله طب اكتبها عآه لو هو اتقن يبقى خلاص ووصل لاللي انت عايزينه تمام تمام تعالوا الخطوه التانية من شيء اللي احنا هناخدها قابلوا الخطوه التاني عارفين ان انا بحب في النص كده اقول شوية ملحوظة والاولياء امور بيقولوا لي داي بالميس ولا ابني عنده لدغة مش عارف اعمل فيه ايه او اديه لدكتور ولا اعمل فيه ايه بصوا با عندكم حاجتين عندك لدغة اسمها لدغة حرف الرأ وحرف اللام ماشي زي كلمة رومان ليمون مش هتلاقيه بيقول كده خالص طب اعمل ايه علاجك في الحاجات دي حاجتين الحاجة الاولانية احنا طبعا ماشي بجيب خافض حرارة كلنا عارفين خافض الحرارة اللي هو العصايا اللي الدكتور بيحطها في زور ابنك لما بيكون لقدر الله تعبان بيشوف الزور بتاعه تمام كده بتعملي بي ايه بتجيب العصايا وبترفع لسانك اللي فوق كده اهام وما بين ماشي اللسان لما ترفعين من تحت ماشي تشوفي هالي اللسان بيبقى فيه كده واصلة متوصلة من اللسان لصف ماشي لصف الاسنان السفل السفلية اللي تحت لو فيه حتة كده زي حتة لحمة صغيرة متوصلة دي لازم تروحي لطبيب ماشي يعملها جراحة يفتحها جراحة و لان كده لو ما عملتهاش لابنك او بنتك يبقى ابنك هيفضل عنده طول عمره والله ده غادي موجودة طيب ايه اه اه بعد كده لما هتعمليها او هتشليها ماشي بعد كده مع التقرار ومع بعض التمارين هتلاقي نفسك ان انت ابنك بدأ ايه ان هو بدك يقرأ ماشي طيب اه لو ما عندهوش حاجة زي ما عندهوش الحاجة دي خلاص عادي كل يوم مع التقرار ماشي ومع بعض التمارين طب هعمل ايه بجيب المصاصة ما عليش بقى انا يا رتني كنت جبت مصاصة بجيب المصاصة ماشي وبحط ابني هقول لكم دي مصاصة ان شاء الله مش هيجيلي حاجة ايه واحط كده ماشي كده اه زي ما انا عمله كده اقول له انت يلا اه را ري رو ماشي والنحة التانية ها قول لي را ري رو والفوق وهكذا ماشي ودايما تعمليه بقى كل يوم بتخليه يفتح فمه واللسان ها وافضل عمله كده ها وهكذا لحد ماشي مع التقرار هتلاقي نفسك كل يوم التمرين دوت ماشي مع التقرار هتلاقيه خلاص اللدغة طب قول رومان طب قول ليمون وجيبه حروف بقى حروف في الاول الكلمة في نص الكلمة في اخر الكلمة مع التقرار هتلاقيه ايه خلاص بدأ ان اللدغة تتروح نرجع لما رجعنا تاني تعالوا نبصوا معايا تالت خطوة معايا نتكلم فيها اللي هو دمج المقطع الصوتي الطويل هحط مقطع صوتي طويل هدمجه ماشي وهدمج معايا مقطع صوتي قصير يعني ايه يعني انا هنا بعلم ابن مطعق ما قول لي مهارة اسمها مهاره الدمج. مهارة اسمها مهاره مين؟ مهاره الدمج. طيب انا عندي هنا اقول له يا حبيبي ايه اقرأدي هقول ليك زاتا! اقولوا بروفو عليك. واللوورا ده حرف ايه؟ هيقول لي تا! تيجي نحطهم جنب بعض ان ادمجهم عشان تبقى كلامة. ماشي هيقول لك زاتا! هقول له وحش انت قلت زاتة ماشي طب ما تقوليها على طول اسمها ايه انت قلت زاتة انت قاها يقولي زات ماشي برافو طب بناشي بعد كده يلا اللي وراها يقولي خا فا بتجي ندمجها مع بعض يبقى خا فا يلا اللي وراها هتقولي ايه ما لي ندمجها ونحطها مع بعضها عشان نكون كلمة هتبقى ايه مالي مالي تمام يلا اللي وراها هيقولي ايه رانا يلا نحطها مع بعض هيقولك رانا رانا تمام برافو يلا ندمج الاسوات با وهكذا عندنا بقى الكذا حاجة اللي وراهم دول اتمنى ان هم الولاد يشوفوه ويعملوه اتمنى ان النهارده يكون وسط لكم المعلومة وان انا اكون عند حسن ظنكم وهتوحشوني للحلقة القادمة اوي 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 وبحبكم كتير في الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى خبرك